باقي ما عندنا حلق كلمات عفوية نطق بها هذا الرجل المسن عبرت عن الحال الذي وصلت إليه مدينة أبونجيم في ظل ما يعانيه الوطن من تشظي وقسام فرقة العمل التطوعي حملة شوارعنا أطلقت حملة تطوعية لجمع المساعدات الإنسانية والتي شملت عالمية ومواد غذائية ومستلزمات أطفال وأدوية وتمور لإرسالها لمدينة أبونجيم ووادي بيل للتخفيف من معانات وأهات السكان حملة تطوعية استمرت لعدة أيام شاركت فيها مختلف المؤسسات الشبابية والأهلية كالكشاف والهلال الأحمر ونادي الإخاء وبيت الشباب وجمعية أمل الخيرية ومنظمة قارة عافية إضافة للمحال التجارية والأفراد قافلة الخير حملت اسم قافلة الوال عرفانا من فرقة عمل التطوعي هون لما قدمه فقيد العمل التطوعي محمد سنوس إبراهيم في مجال العمل التطوعي لتنطلق القافلة من أمام منزله قاصدة أبونجيم ونتيجة لأعمال التخريب في الطريقة الرئيسية الرابط بين ودان وأبونجيم اضطرت القافلة للسير وسط طرق فرعية وعرة لتصل إلى الكثبان الرملية التي زحفت على الطريق العام بارتفاع تجاوز النصف متر فسيارة الإسعاف كانت أول من وقع في مصيدة هذه الرمال إلا أن حرارة الاستقبال من أهالي أبونجيم وبيت حملت في طياتها الحب والخير لأهالي هون لاستجابتهم لاستغاثة الحاج الرقوبي فكان الصغار قبل الكبار في مراسم الاستقبال قابلتها كلمات من المشاركين بقافلة الوال برهنت أن كل ما قدمه هو واجب ومن منطلق مبدأ الترابط والأخوة بين الأهالي في هون وأبونجيم وبي وصلت المساعدات الإنسانية المتنوعة بغية توزيعها على الأسر وصلت حملة إغاثة من مدينة هون إلى مدينة أبونجيم وإلى المركز الصحي بمنطقة بي نتمنى الشفاء العاجل لأخوتنا المرضى في مدينة بي ونتمنى أن يجمع شمل ليبي فيما استلم مستشفى وادي بي شحن من الأدوية المقدمة من قافلة الوال نظرا لما يعانيه مستشفى وادي بي من نواقص القافلة تضمنت عددا من الأطباء أشرفوا على إجراء كشفة طبية لعددا من المرضى من سكان أبونجيم ووادي بي نشكر مدينة هون باسمي وباسم أهلنا في بونجيم ونقول لهم جزاكم الله خيرا ونجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم في هذه اللفتة الكريمة من أخوتنا في مدينة هون وجزاهم الله عننا ألف خير وبارك الله فيه الضيافة والكرم هي من شيمات الأهالي الذين رسمت على وجوههم الفرح وهم يستقبلون أعضاء قافلة الوال الإنسانية بهون بعد عدة أيام ومن نفس المكان الذي أطلق فيه الحج الرقوبي نداء الاستغاثة رصدنا شعوره بعد وصول قافلة الوال الإنسانية من هون لكن بعد حدثت القافلة هدي من هون نشكر عربهون وشكر غير زايد ونتونسوا بهم ونشرفوا بهم مراحل وخطوات عدة سجلتها قافلة الوال الإنسانية لتزيل الغمامة والحزن والألم التي خيمت على منطقتين أبونجيم ووادي بي هي رسالة وجب إرسالها فهل ستجد استجابة؟